أهلا بيك وبيكي في مدرسة المسيح المدرسة دي بالنسبة لي حلم حلمته سنوات طويلة والنهاردة بشوفه يطلع للنور أن ننسجل بالصورة دية الحقائق الروحية الأساسية في حياتنا مع ربنا بطريقة منظمة متسلسلة كتابية واقعية تطبيقية عشان كده سميناها مدرسة المسيح مدرسة بندعوك فيها أنك تكون تلميذ تلميذ بصحيح للسيد والمعلم ربنا ومخلصنا يسوع المسيح في المدرسة دي حندرس 12 كتاب كل كتاب فصل بيلمس جانب من أهم جوانب مسيرتنا مع الله تقدر في المدرسة ديك أنك تسجل نفسك تلميذ على الويب سايت باسمك أو باسمه مستعار وبالتسجيل ده تقدر تنزل من على الويب سايت كل الدراسات والأسئلة والشيتات اللي أنت محتاج تجاوبها وتبعتها لنا وتقدر كمان ترسلنا بتساؤلاتك واحتياجاتك عايزين نقف جنبك ونساعدك بالمشورة والرد على أسئلتك ربنا يقودك معنا في رحلة رائعة تكون فيها تلميذ للمسيح برحب بيكم مرة تانية في حلقة جديدة من مدرسة المسيح امتياز عظيم أن نكون تلميذ للمعلم والسيد امتياز أننا نرى في المسيح النور والضياء والحق ونتفرج عليه وهو بيعلمنا طرق ربنا ونكون مثله دي رغبة ربنا أننا نبقى زيه مش أقل منه الله في محبته بيرفعنا عشان نكون مثله في هذه المدرسة بنتعلم الحق اللي نعرف نعيشه بنعمة ربنا ونختبر أن الحياة دي هي مش مجرد نظريات وكلمات لكنها اختبار عملي واقعي في الحلقات الماضية بنتكلم عن معرفتنا بالإنسان الإنسان اللي الله خلقه على صورته وعلى شبهه وبنفاجأ زي ما لاحظنا في الحلقات اللي فاتت أننا نجهل الكثير جدا عن تركبتنا الحقيقية اللي أنا عايش فيها بس أنا مش فاهم إيه اللي جواها ديت مش عارف أنا مين كويس وده بيلخبطني في حاجات كتيرة لأني أنا ببقى مش مدرك حقيقة نفسي وبالتالي مش عارف أتعامل مع نفسي كما ينبغي تكلمنا عن التركيبة الثلاثية في الإنسان روح ونفس وجسد وبعدين تكلمنا عن الروح باستفادة والأعضاء الثلاثة الرئيسية فيها تكلمنا عن النفس والأعضاء الثلاثة الرئيسية فيها الإرادة والفكر والعاطفة أو المشاعر وتكلمنا عن العلاقة الصحيحة اللي بتربط التلاتة دول مع بعضهم البعض الجزء الثالث وده الأسهل لأن ده البيولوجي فمش هناخد فيه وقت طويل قوي الجسد الجزء الثالث من تركيبة الإنسان إذا قسمنا الجسد لتلاتة كعمل كوظيفة مش كتشريح كعمل ووظيفة بالعلاقة بالروح والنفس اللي احنا عمليين نتكلم عنهم في الحلقات السابقة إذا نقدر نقول الجسد مكاوم من ثلاث مناطق رئيسية الحواس اللي هي الخمسة عارفينهم اللي هو إيه؟ النظر السمع تزوق اللمس فاضل واحدة الشم آيبا برافو عليكم فعندي حواس خمس القطاع التاني الدوافع الطبيعية اللي أحيانا بيسموها الغرائز الدوافع الطبيعية اللي موجودة في كياني البيولوجي اللي بتدفعني للحياة والبقاء والارتقاء خلي بالكم الحياة دي البقاء والارتقاء ودي حتة نقطة مهمة جدا فربنا وضع في جسم الإنسان أن يحافظ عليه ويرتقي به أن الإنسان يبقى عنده دافع للحياة والبقاء ودافع للارتقاء عشان يشغل الفكيرة دي فتبدع وتبتكر ويرتقي الإنسان الجزء الثالث في تركبتي البيولوجية اللي هي بقى الجسم ده الهيكل ده بأعضاءه المختلفة بأجهزته المختلفة اللي شيلة في داخلها النفس البشرية اللي داخلها الروح واضح الفكرة فاكريني التلاتة اللي جوه بعض اللي متكلم عنهم فده الهيكل الخارجي اللي بيحمل في داخله النفس اللي مرتبطة بالروح وبتربطني بالعالم الروحي غير المنظور واضح الفكرة دي ليه قسمنا التقسيمة دي لأنه زي ما قلت دي التقسيمة الفانكشنال أي الوظائفية اللي بنفهم بيها العلاقة السلسية بين الروح والنفس والجسد خلينا ناخدها واحدة بعد التانية بسرعة واحد الحواس الحواس بالنسبة لنا هي الشباك بتاع الكيان ده للتعامل مع العالم الخارجي فاكرين قلنا الروح بتتعامل مع العالم الروحي ربنا مش كده وقلنا الجسد بيتعامل مع ايه؟ مع العالم المادي مظبوط مع العالم والنفس بتتعامل مع الانسان اللي مخلوق على المعين نظيري مش كده؟ فالحواس هي جهاز الاستقبال بتاعي اللي بشوف بالدنيا بسمع بالدنيا بشم بالدنيا بتزوق بالدنيا بلمس بالدنيا صح؟ فده جهاز الايه؟ الاستقبال للعالم المنظور زي ما ان البديهة جهاز الاستقبال للعالم الايه؟ الروحي للإعلان والفهم الروحي حواس الخمسة دي الحواس المادية لاستقبال العالم المنظور المحيط بيه المادي والبيولوجي واضح كده؟ مش ثلاثي الأبعاد خماسي الأبعاد ربنا ادانا جهاز استقبال خماسي الأبعاد أشوف وأسمع وألمس وأشم مش كده؟ وأحس يعني ما يبقاش ما يبقاش أكتر من كده متخيلين الغنى والإثراء اللي ربنا ادهوني عشان أحس بالعالم الخارجي وألمسه بحق وحقيقة الجهاز التاني الجهاز التاني بتاعي الدوافع حط في يا ربنا جهاز جهاز بيولوجي يضمن أن عندي دافع أعيش دافع بيولوجي مش روحي ونفسي دافع بيولوجي للبقاء وللارتقاء automatic system مش محتاجي يقول إيه؟ عيش معلش خليك عايش ما تموتش؟ ما تموتش لو بصينا للي بنسميها الغرائز أو الدوافع الطبيعية هتلاقي بتعمل لنا كده بالزبط لو بصينا لأبسط الدوافع دية أول دافع مشهور من الغرائز هو غريسة لإيه؟ البقاء البقاء خلي الجنس ده لأن ده أرقاهم وأجمالهم مع أن الناس أساءت استخدامه بشكل مهول لكن خلينا أقول أول دافع للحياة دافع البقاء لما بتبقى في خطر وبتعد الشارع وعربية بتقرب منك بتعمل إيه؟ بتجري أو بتنط مش كده؟ وتفاجأ ساعة أن تقفز قفزة لا يمكن في الوضع الطبيعي تقفزها صح؟ بتبقى بتسوق وفجأة تلاقيك عملت حركة كده أنقصت نفسك من الورطة محدش علمها لك دافع البقاء بيخليك تنجو من الخطر لو لقيت مش عارف حيوان بيجري وعريك بتلاقيك نفسك بتجري بسرعة لا يمكن لو أنت في سباق الأولمبياد تجري بيها مضبوط دافع البقاء دافع البقاء بيحفظ للإنسان الحياة من غيره كان ناس كتير قوي ماتت استسهالاً غريزة تانية مشهورة قوي غريزة الطعام يعني بيجي لنا جوع صح؟ ما تاكلش يحصل لك إيه جواك؟ تجوع ومعدل تقرص عليك وحاجة جواك بايولوجياً مش نفسياً تقول لك إيه؟ كل انت عطشان اشرب 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 لغاية لما تشرب مش كده؟ تسكت كل 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 لغاية لما تاكل تهدى تاكل زيادة تقول لك ليه ملاش لازمة فتلاقي نفسك ايه؟ وهكذا جهاز أوتوماتيكي في الإنسان يدفعني للبقاء عن طريق إني أعطش وأجوع فأكل وإيه؟ وأشرب ويعني عشان تتسد نفسي عن الأكل لازم تبقى مصايب ويحصل لي أنوريكسيا نيرفوزة عشان خاطر تتسد نفسي عن الأكل وتبقى عايز تخسه وعايز تبطل تاكل وتلقى نفسك بتاكل بسبب دافع البقاء عن طريق غريزة الجوع فدافع البقاء اللي بينقذك من الخطر دافع البقاء اللي بيخليك تاكل وتشرب فتستمر في الحياة أنتوا عارفين من غير الجهاز ده بتاع الجوع والعطش الناس كانت تموت بسهولة جداً؟ تنسى تاكل تنسى خالص تنسى تشرب وتموت من غير ما تحسن؟ إحنا مش مدركين قيمة الجهاز ده لما بيحصل اللي هي بسمية أنوريكسيا نيرفوزة دي اللي هي فقدان الشهية العصبي فقدان الشهية العصبي 20% بالذات أغلبهم بنات اللي بيجي لهم المرأة ده بيموتوا 20% بيموتوا زرت بنت عندها كان 14 سنة مش فاكر أو 16 سنة في مستشفى وعندها أنوريكسيا نيرفوزة ومعلقين لها محليل أنها بطالت تاكل تماماً فبقول لها حبيبي مش بتاكل ليه ماما؟ قالت لي عشان أنا تخينها قلت لها أنت عارفة وزنك كام دلوقتي؟ قالت لي آه كانت وصلت 36 كيلو بس بنت عندها 16 سنة وصلت 36 كيلو قلت لها أنت قالت لي يا دوبك كده ده الصح قلت لها لا علمياً ده مش الصح كده أنت شايف العظم يعني أنت تشوف العظم يعني ما فضلش حاجة خالص تاني يوم البنت دي ماتت لأنها فقدت الشهية إحنا مش متخيلين التركيبة الرائعة لربنا عملها إحنا جهاز يعطل نفقد الحياة فغريزة البقاء لإنقاذ من الخطر غريزة الجوع والعطش عشان ناكل فنعيش دي دوافع بتدفعنا للبقاء دوافع بتدفعنا للبقاء الأمومة من غير الأمومة الطفل ده يرضع إزاي؟ تسحيله الساعة ثلاثة والساعة ستة والساعة تسعة ليه؟ تسهر طول الليل عليه وهو عيان ليه؟ بقاء، الغريزة الطبيعية أنك تحن على هذا الكائن وتشفق عليه وتاخده في حضنك وبسبب الإشفاق ده يبقى عندك لبن وبسبب اللبن ده يعيش وتنقله المضادات الحيوية في اللبن دوت وتدي له أفضل غذاء بأروع درجة حرارة بدون تعقيم تخيلوا الحكاية دي الغريزة دية الدافع ده للحياة للبقاء للبقاء فانعندي ههو ثلاث حاجات بتتكلم عن البقاء ربنا عمل أجهزة جوانا عشان يبقينا أحياء أشهر غريزة أشهر غريزة الناس تتكلم عنها كتير لعنها واحدة من كثار الغريزة الجنس الغريزة الجنسية ممكن فيسيولوجيا نقول ليها دعوة بالبقاء لأنه بسببها يتزوج الرجل امرأة وينجب أثمروا واكسروا واملقوا الأرض فهي واحدة من الغرائز للبقاء لكن الغريزة الجنسية تتميز عن بقية الغريزة أنه مش بس هدفها البقاء هدفها أيضا الارتقاء الإنسان حولها إلى شهوة لكن هي خلقت الغريزة الجنسية دية لإشباع الآخر للعطاء مش للأخذ للارتقاء بترقيني كإنسان ما تسعلوش مني اللي قلت لكم الحقيقة دية جزء من الدفع اللي بيدفعك الصبح أنك تخسل سنانك أنك تستحمى أنك تخسل وشك أنك تسرح شعرك أنك تلبس كويس أنك تقف قدام المراية وتتأكد أن منظرك أفضل ما يمكن عارفين إيه؟ الغريزة الجنسية جزء من اللي بيدفعك أنك تذاكر وتنجح وتجيب درجات كويسة وتحصل على شهادة كويسة الغريزة الجنسية فرويد يعني قال كلام كتير صعب عن الغريزة الجنسية حولها إلى الحياة كلها عبارة عن الغريزة الجنسية وما فيش غير يعني الحياة تدور حوالين هذه الغريزة وما فيش حاجة تانية فالإنسان كائن حيواني يعني متطور شواز غريب لكن الحقيقة هو من ضم الناس اللي فاهمونا الجزء ده أن الدافع الجنسي في الإنسان دافع عظيم لارتقاء الإنسان بنفسه أن يكون أفضل كل يوم أن يكون أفضل ما فيه أن يقدم أفضل ما عنده للآخرين إحنا كل ما نفهم إحنا مين وربنا عملنا إزاي كل ما بنكتشف إزاي التصميم الإلهي الرائع اللي عمله في هذا الإنسان إحنا شوهنا الحاجات لما استخدمناها غلط لكن استخدمها الأصلي تصميمها الأصلي ما يكونش أعظم من كده كتير قوي من الشباب ليه بس ليه موضوع الجنس ده كنا ارتحنا لأن ربط الجنس بالخطيئة اللي حول الجنس ليكون نجاسة الشهوة الجنس ممكن يكون واحد من أعظم تعبيرات الحب والعطاء والتضحية لو ارتبط بالحب الحقيقي المقدس لكن نفس الشيء لو ارتبط بالشهوة صار نجاسة زي الأكل يبقى تفاصل صح؟ يبقى تفاصل بدل ما يبقى صحة يبقى مرض مضبوط بدل ما يبقى بناء يبقى يبقى هجم ويبقى مرض ويبقى تصلب للشرايين ويبقى ويبقى وسمنة والسمنة بقت واحدة من أكبر أسباب الموت في أمريكا طبعا لأنه الأيس كريم قد كده وحطة اللحمة قد كده وكل حاجة قد كده فكلهم بقوا قد كده مضبوط فبقى أسباب الموت الأكل لأنها بقت تفاصل بقت نجاسة ما بقتش شبعة ما بقتش عطاء فاهمين اللي أنا بقوله؟ فالتصميم الأول لما بنشوفه كامل وما يكونش أحسن من كده هنيجي حالا للتصور ده لما نركبه على بعضه الجزء الثالث هو الجسم الهيكل التشريحي والفيسيولوجي اللي ربنا عمله المزهل للعقل المزهل للعقل اللي درس طب وخد أناتومي وفيسيولوجي المادتين دول مبهرتين في العلم لما بتكتشف إزاي العضلة ركبة بطريقة معينة وكل عضلة بتعمل حاجة قدامها عضلة بتعمل عكسها عشان لما تيجي تتحرك الحركة هتمشي بطريقة سموث لينة فده بينقبض وقدامه حاجة بتنبسط بنفس المعدل فما يحصلش حاجة اسمها إن مرة واحدة إيدك تتحرك كده لا تتحكي في حركة إيدك تقدر تزبط القوة والسرعة وعشرات العضلات بتتحرك في وقت واحد ولما تيجي بقى للصوابع تلاقي عضلات كتيرة قوي قوي تكتر لأن الحركة بقت أدق تشريح الإيد كمية العضلات الموجودة هنا والأعصاب خيال خيال نسبة الإيد في المخ كل عضلة عندنا لها نسبة فوق نسبة الإيد لما يحط الفود برينت بتاع الجسم على المخ الجزء الحركة فيها كان الإيد نسبته أكبر قوي لأن الحركة فيها كبيرة قوي وكمية العضلات والدقة فيها خيالية مش عارف إزاي طبيب درس أناتومي وفيسيولوجي علم التشريح وعلم وظائف ويقول ربنا مش موجود مش عارف إزاي لما يجو معلمونا الكليا بتشتغل إزاي في الفيسيولوجي وبعدين ادونا الرسمة وقال لك هي دي الكليا بتعمل كده بترشح الدم وتزبط ضغط الدم وبترشعر إيه وتزبط نسبة الأملاع وشوية حاجات كتيرة البتاعة دي اللي قد الكف اللي انت بتشتريها سندويتشات دي كليا وكبدة المهم يعني فق عدت ساعات قدام الرسمة عشان أشوف إزاي الكليا بترشح الدم وتزبط نسبة المحليل وبعدين قلت لروحي أنا مش فاهم وبعدين قرأة تاني أقول مش فاهم أنا عارف الكلام بس أنا مش فاهم عدت ساعات 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 لما في الآخر يعني زي إيه حصل لي استنارة كده ففهمت قلت ما أقولي يعني أصلا جات لفكرة دي من إيه ربنا يا لهوي يعني يا خراشي إيه ده إيه الإعجاز إيه التصميم ده دخلوا واحدة من أكثر الأعضاء تعقيداً في الجسم البشري هي الكليا إنتوا بتشوفوا الكليا الصناعية حجمائة دي اللي ما بتحللش كل حاجة في الدم اللي ما تثبوش الضغط اللي مجرد بترشح الدم من السموم من اليورية واليوريك أسد شوية حاجات صغيرة اللي جوه أنا بتاعها صغيرة كده قدي كفك ملايين الخلايا فيها بتشتغل بفكرة عبقرية ما تخطر لكش على بال يا إنسان الجهاز ده الجسم ده بتركبته دي بالأعضاء ركبة بعض بمجموعة من الأجهزة الجهاز العصبي المركزي اللي بتحكم في التفكير وفي القرارات وفي ردود الأفعال والجهاز الحركي العضلات والعظم اللي شايل الدنيا وماشي بيها والجهاز البولي اللي بيرشح الدم والجهاز الدموي اللي بيحمل كل حاجة لكل حاجة والجهاز التنفسي اللي بيستنشق وياخد الأكسجين وبيطلع سانيكسيد الجربون والجهاز التناسولي اللي بيكون الأعضاء اللي ممكن نتناسل بيها ونتقاثر بيها والجهاز المناعي والجهاز وكل ركب في بعضه وبيشتغل مع بعضه واحدة من الأسئلة في الفيسيولوجي يقولك إيه حصلت حريقة وطلقت تجري ومش عارف إيه إيه وصف حيحصل إيه في الجسم فتبتدي بقى تتكلم عن الجهاز الحركي حصل في إيه والعرق وضربات القلب والتنفس والكلية وتتلاقي نفسك عمال تحكي إزاي كل الأجهزة اشتغلت مع بعض عشان حريقة عشان ماتش كورة عشان بتتفرج وبعين جه جون جه جون عشان تعمل الحركة ديت الأجهزة اللي اشتغلت مع بعضها عشان تطلع الجون ديت مثلا خيال التصميم الإلهي للإنسان جميل جمال يفوق العقل خليني في الآخر نركب الصورة على بعضها تاني زي ما اتفقنا عليها الإنسان في تكوينه زي ما هنبص هنا التركيب السلاسي للإنسان الرسمة دي جميلة وحد تعب فيها عشان يرسمها إنهانا بالطريقة الأنيميت الديت اللي بتصور لنا المنظر على بعضه إن الإنسان مكون من روح مخلوقة من الله الروح ديت مرتبطة بالنفس البشرية اللي هي مرتبطة بالتكوين البيولوجي للإنسان رسمناها من فوق لتحت لكن فاكرين لما ربنا عملها تراب من الأرض نفخ فيه فتكونت الحلقة اللي في النص عشان تربط الاتنين دول مع بعض وقلنا إن فيه جزء هنا راكب ما بين الروح والنفس صح كده وقلنا كمان فيه جزء راكب هنا ما بين الروح ما بين النفس وما بين الجسد وقلنا إن النفس بتؤثر في الأسد في النفس بتؤثر في الروح والروح بتؤثر في النفس الجسد بيؤثر في النفس والنفس بتؤثر في الروح مظبوط عشان راكبين في بعض في الحتة دي فايتة على بعضها لما نيجي نقول أعضاء الروح فعندنا المعرفة البديهية عندنا الشركة الروحية عندنا الضمير مظبوط دول الثلاث أعضاء النفس في الإرادة وفي الفكر وفي المشاعر أو العاطفة الجسد في الغرائز وفي الحواس وفي الأعضاء والأجهزة اللي شيل الدنيا دي كلها عشان تخدمهم عشان تخدمني عشان توديني وتجبني عشان أعرف ألعب وعرف أعيش وعرف أشوف وعرف أتفاعل مش كده ففي الأخير في جهاز جميل جدا معمول بأروع ما يكون يشلني ويخدمني ويحملني ويعبر عني واضح اللي أنا عايز أقوله فالتركيبة دي هو التصميم الإلهي للإنسان كل حاجة بتكمل التانية وبتخدم الأخرى إذا كانت في مكانها لتقوم برسالتها عايز أتأكد أن ده مفهوم لنا كلنا لأن الخطوة اللي جاية في غاية الأهمية واحنا بتكلم عن هدف الخلق وإزاي التصميم ده بيخدم الهدف اللي اتخلقنا من أجله فوق ما نتصور أو نظل أسئلة إيه اللي نتعلمه لو أنا فهمت إن ده الإنسان بالتركيبة ديت ودي أعضاؤه وإنت قاعد تسمع الحلقتين ثلاثة اللي فاتت عن تركيب الإنسان استفدت إيه؟ إحنا اتفقنا إن كل حقيقة أفهمها أقتنع بيها لازم يكون وراها إيه؟ درس عملي في الحياة مش كده؟ لأنه يبقى انبسطت بس تبقى حياة مش كاملة مظبوط الحياة الكاملة لها واقع عملي في الحياة استفد إيه؟ من إنه عرفت الحاجات ديت إيه اللي تعلمناه وإحنا بنسمع الكلام دوت وأنا تعلمت إنه أنا فيها روح ونفس وجسد وإن كان في الجسد غرائز فدي حاجة مش عيب حاجة مش حرام المهم ما استفادة أتعامل بيها إزاي وأعرف أتعامل بيها إزاي مع ربنا أعرف إنه لو فيها صلة ما بيني وبين نفسي أو روحي أعرف أستغله إزاي لو أنا مش عارف إنه الغرائز دي أو مفهومي السابق إنه الغرائز دي حاجة عيب ما ينفهاش أكلم عنها فدي كانت تبقى حاجة صعبة أو في حياتي احترام غرائزي وإن يشكر ربنا عليها وأعيد توظيفها للصح وإن دي مش حاجة كخة من العكس إنه حاجة مباركة رائعة زي من الروح من الله والنفس من الله الغريزة من الله هاي أنا خرجت من الموضوع ده بإنه الله ده مبدع وخلاني أنا كمان أكون مبدع وطالب مني أكون مبدع فكان عندي فكر إنه ممكن في حاجات بتضعفني والطبيعي العلم على المهاني إنه الغريزة ممكن تضعف العطفة تضعف لكن يعني بالفكر وباللي ربنا بيقولهولي دلوقتي إنه بالعكس هو مديني كل حاجة كاملة وقراطيها اللي تشتغل فيها مزبوط إنه مش دي نقطة ضعف العطفة مش نقطة ضعف الغريزة مش نقطة ضعف هي بقت نقطة ضعف لأن أسيق فهمها وستخدمها لو تحطت في مكانها هي نقطة قوة مش ضعف هاي ايه كمان ايه كمان كتشفت إنه أنا ممكن بإرادتي أتحكم في مشاعري يعني كنت في وقت بقول لا أنا لو حد عاطفي زيادة فأنا لازم أمشي وراء عاطفي وراء مشاعري بس لأنا لقيت إنه أنا ممكن أفكاري برضو هي اللي تماشيني بالصح لأن إرادتي موجودة هي اللي تقدر تتحكم واضح إن الحلقة دي كانت مميزة جداً كانت قضية كبيرة قوي موضوع المشاعر والإرادة ونمشي وراء مشاعرنا ولا نقدر إحنا نتحكم في مشاعر أنا أشكرك الحتة دي في غاية الأهمية زرت شخص زمان قوي في بيته فلاقيته معلق يفطى كبيرة جداً حزنت حزن الدل عارفين حزن الدل لما قريت ومعتبر دي شعاره في الحياة افعل ما تشعر به واشعر بما تفعله افعله دو وات يو فيل ان فيل وات يو دو يا خراشي وده اللي العالم النهاردة بيعمله اللي بيحسه بيعمله واللي بيعمله بيحاولي ايه يحسه المخ بقى والروح فين راح وبح يبقى ايه الفرق بيننا وبين الفرق اللي يميزنا هنا راح العالم الروحي والاستنارة والضمير والإرادة والفكر المستنير والخلق راح راح اشكرك ايه تاني ايه تاني بيعلمي اكتر اقعد قدام كلمة ربنا وادرسها عشان هنفتح على الكلمة فاستقبل فيبتدي من الروح يتعامل مع الحاجات اللي هي تحت كلها يبقى الاساس الصلاة والقعدة قدام كلمة ربنا هي المفتاح تعلمت اني انا بقدر ما بقعد قدام ربنا واتعلم منه ودي مكانة للفهم الروحي بقدر ما الامور هتيجي من فوق لتحت بدل ما نسايب الامور بتيجي من تحت الفوق صح احنا بنعرض نفسنا للعالم فالمعلومة بتخش لنا كده بدل ما بتخش كداك خدت بالكم من الفكرة التخذية نازلة طالعة من تحت الفوق بدل ما هي جاية من فوق لتحت اللي جاي من فوق نضيف بيخسلني اللي جاي من تحت مش نضيف فبيوسخني خدت بالكم من المشهد ده اشكركم هايل هايل ايه كمان كان عندي فكر بما اني مسلمة حياتي المسيح من زمان انه تعليمة الماذا ده يعني مش ليا ممكن يكون لحد تاني بس اختلفت خالص خالص النهاردة حاسة انه لا ده الواحد كل ما هي التلمس اكتر كل ما هيعرف عن الرب اكتر اكتر لانه هو حد ممتع جدا هايل فضل تعلمت دلوقتي لما بقص للرسمة اكتشفت حاجة ظاهرة ليه انا ان انا حر 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 لانا عندي مستقبلات من الله قدر اقفلها افتحها ولا هي البديهة الروحية وحر لانا عاطفة اللي جوية ممكن تتحركني فانا ممكن اختارها او لا وحر لانا عندي حواس خمسة ممكن ااخد بيها شهوات العالم كله ممكن اقفلها افتحها فربنا مديني حرية وحرية وحرية لو انا واستغلتها صح اللعب عندي ومعنديش شماعة هي مفعل معليها اشكرك اشكرك هايل ايه تاني ايه تاني العلم نورم صح والجهل ظلمة صح ايه تاني وانا معجبة قوي ان ربنا يعني في الثلاث عناصر دول مش مخلي ولا عنصر انا محتاجة حاجة يعني هو كامل في كل عنصر من العناصر دي يعني مزبطني يعني هو عارف وبيعمل حلو مزبطني ده استلاح مشهور اليومين ده قول اوش بس اللي مزبطني ربنا المرة دي مش حد تاني ها خلي بالك يا شباب مهم اقول اكاديت على مستوى الروحي مزبط كل الترمستات مع بعض على المستوى النفسي على المستوى الجسدي فكده يعني حاجة خرافية يعني حاجة مبهرة اول مرة تتنور قدامي اني مفيش شعرة وقعة منه فيش حاجة وقعة حنشوف وإحنا بنتكلم ليه ربنا عملنا كده وقصده من كده ايه ابهار اكتر ان التصميم الجميل ده لاجل اداء خيالي وان كل حتة اتعملت بالطريقة دي عشان فيه وظيفة ليها تشبعها وتحققها فالفصل اللي جاي حيورينا كمال الصورة مش بس ان التركيبة جميلة ان الاداء بتاعها مفروض يكون اروع كتب المزمور بيقول من هو الانسان حتى تذكره وابنه آدم حتى تفتقده وضعته قليلا عن الملائكة بمجد وجلال توجته جعلته على اعمال يديك اللي كتب الكلمات دي فاهم ما خدش الدراسة دي معانا بس فاهم في اعمقنا شهادة عن روعة التصميم الالهي اللي ربنا عملوا فينا اللي بنشوفه حوالينا تشويه تشويه احنا خدنا الحاجة الحلوة دي وشوهناها اطعناها اللي للقداسة بقى للنجاسة اللي للإبداع بقى للشر فاهميني بقول ايه اللي مفروض يقدام حطناه وراء واللي مفروض يبقى وراء حطناه قدام فالاختراع الإلهي دوت تكالكع فبدل ما يشبع جاع وبدل ما ينجز دمر نفسه خلي بالكم من الرحلة بتاعتنا دي لان ده حيساعدنا قوي اننا نكتشف قصد الله من خلقه للإنسان في نهاية الحلقة دي عايز عايز اشكركم لان انتو اللي قلته اغلب المعلومات والتطبيق العملي وافتكر ده اللي احنا عايزين نطلع به اني لما اسمع مش محتاج حد يقول لي تعلمت ايه انا اقدر اعرف انا اتعلمت ايه انا اقدر اعرف ازاي احول ده الى حاجة حقيقية اعرف اعيشها واحياها الان نلتقي في حلقة جديدة من مدرسة المسيح رب معكم ويبارككم امين مدرسة المسيح عزيزي المشاهد في ختام حلقتنا برحب بيك تلميس في مدرسة المسيح وبشجعك انك تواظب وتداوم في المدرسة دي اللي بصلي انها تكون نور واعلان في طريق رحلتك مع يسوع عشان كده بشجعك انك تكتب لينا وترسلنا على الويب سايت تحل الامتحانات اللي موجودة وتبعث لنا الاسئلة اللي انت مش فهمها انا عارف ان المدرسة دي بتصير تساؤلات وحاجات جديدة يمكن بالنسبالك واحنا عايزين نقف جنبك ونشجعك انك تعيش للرب بكل قلبك امين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة